السلام عليكم و مرحبا بكم في القناة كنتم تكونوا بأخير و على خير و بصحة جيدة مع فيديو جيد و وصفة جيدة اليوم سيكون سهل بسيطة اقترح لكم كيكا بالكرامل أو كيكا بالكرامل تفوح بحقوق كي يجبني مساف الكيك من الأرواح ما يكون حضروها و قد تحضرها بدون مجهود بطراب الكهربائي غير بطراب اليدوي اشتركوا في القناة بعد ذلك الوصفة مع الأخوات نحتاج البيضات مكونات بسيطة يحتاج البيضات يحتاج السكر يحتاج السكر و الزيت مكونات كاملة كيكا جيدة شوية الفاني و اضع الربعة للزيت كيكا مع مرش نخلط مكونات كاملة و أضع الربعة و يتجنس مكونات بحقوق كيكا جيدة كيكا جيدة أعمل يستطيع البيض كيكا جيدة و نحاول نضيف الحليب نضيف الحليب نضيف الحليب أجل سمع لكيكا سمع مصر وخلطه حتى نرى الخالط نضيفه الكيكا لا تكون خفيفة كيكا نضيفه نصف نضيفه نصف نخلطه حتى يجانس جيد الخالط لا يكون خفيف نضيفه نصف الآن محاولة نضيفه نضيفه الخالطة تفاح الصغر نضيفه كيكا كبير لأنها تفاجئ كم نضيفه مع الموال ندهنه بالزيت و ندهنه ثم ندهن المول نسخن الفرن نسخن الفرن نسخن ثم نقص الحرارة نقص الحرارة تنقص الحرارة نضيف الخالط نضيف الخالط الخالط اضافة الكراميل اضافة الكراميل اضافة المربع اضافة الكراميل اضافة وضع التخلط ضغط المنطقة ضغط المنطقة مدمج whip خلط المنطقة ثم نضيف الخلط ويقوم بتحديد خلط ويقوم بتنزيل حشوة ثم نتعلم تدخل الفرن لكم بالفرن و قد نقص الحرارات 160と 170 كيف يدعها 75 و 70 كيف يدعها كيف يدعها كيف تحمرها ملتحت و تشوفها ملتحت الجنب و لم يفتق و سوف نتحمل الفق و هي اصلا تحمل من فوق ملا شاعل الفق زين الحرارة يدعي في طيب تشعلها لفوق تشعلها لكي يطيبها تحمرها جيدا نخرجها تبرد لكم و تحيدها من المول لا تكون سخنة بدافئة تحيد بسهولة تحيدها تحيدها بصحة متى التقديم تزينها تدهنها بمربع تطبيقوها تحيدها 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 تدهنها سوف تدوبي نقطع الطريقة ونقسمها تشاهدون الشكل يأتي زوينة وشيشة ورطبة ماذا سيأتي بنين الأخوات التي تبعوها هو كيك للتفوح سيأتيكم من أرواة ما يكون جربوها سأتعشبكم أصلا لا أتبقى إذا كانت بنينة لا أتبقى وهذه وصفة من هذا النهار مع السلامة مع فيديوشي إن شاء الله في رأيس الله إلى اللقاء شكرا 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 شكرا